ارتفاعات متتالية على درجة حرارة خلال الأسبوع الحالي التفاصيل بعد قليل أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعين في المملكة العربية السعودية نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية من دقص العرب والتي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق السعودية يوما بيوم واعتبارا من يوم الأحد يوم الأحد تبقى المملكة تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة خاصة في المنطقة الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية زخات من الأمطار متوقعة في عموم هذه المناطق وانخفاض على درجة الحرارة في المنطقة الشمالية وأيضا الرياح نشطة وموجات غبارية متوقعة في المنطقة المستقر يوم الأثنين بإذن الله تتعمق هذه الكتلة الهوائية الباردة أكثر انخفاضات متتالية على درجة الحرارة لكن تنشط الرياح الشمالية الغربية هذه المرة في المنطقة الشرقية وأيضا منطقة الوسطى بين فيها العاصمة الرياض استعمل على إثارة الأترباء والغبار في هذه المناطق فيما تستقر الأجواء في المنطقة الجنوبية الغربية يوم الثناثة أجواء مستقرة بشكل عام ارتفاع قليل على درجات الحرارة تصبح حول معدلتها مثل هذا الوقت من العام سرعة الرياح تتراجع كمية الغبار أيضا تتراجع وتسود أجواء مشمسة في عموم المناطق يوم الأربعاء هناك ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر درجات الحرارة تصبح أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام خاصة في المنطقة الشمالية يستمر الطقس مستقر في عموم المناطق يوم الخميس بإذن الله كتلة هوائية باردة جديدة تقترب من شرق البحر الأبيض المتوسط تعمل الخفاض على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية هذه الكتلة الهوائية الباردة تستعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة في سواحل وسط البحر الأحمر بالتلونك فرصة لزخات محدودة من المطر على سواحل مدينة جدة يوم الخميس في حين ترتفع درجة الحرارة في المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية الشرقية كنتيجة لها اقتراب لهذه الكتلة الهوائية الباردة من شرق البحر الأبيض المتوسط ونشاط في سرعة الرياح الجنوبية في هذه المناطق يوم الجمعة بإذن الله تتحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة لعموم منطقة الشمالية تنخف الدرجات الحرارة في المنطقة الشمالية لكن بالعكس ترتفع في المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة من في العاصمة الرياض التي تكون في بداية الثلاثينيات مئوية مع أجواء مستقرة بشكل عام إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر